السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم احبابي جيتكم بواحد الموضوع دير دججة في المغرب. ومشي غير هاد الموضوع اللي دير دججة مواضيع كتير ولكن هاد موضوع الساعة يعني حديث الولادة. هاد الموضوع كيتطرق لقلة التربية. كيتطرق لقلة الاحترام. كيتطرق الانسان ما عندوش الحياة. زمان كالحياة هو اللي اساسي في التربية والاخلاق. انتي يقول لكم الله العظيم الى مربي هادك الولد ولا ديك البنت وفيهم الحياة. ده ممكن تكون تربية ولكن ما كينش الحياة. الموضوع اللي كان هادرو عليه ولا هادرو عليه اليوم هو هادك الموضوع ديال دك دري اللي انا مغادش نعيرو. وانما دري ديال طانجة. اللي اعطالي نفسه الحق يعري بنت غادية تكون معا من ما بغا تكون. تكون لبسة جلبة لبسة الميني لبسة السروال لبسة اي حاجة كتخصة هي لان الله سبحانه وتعالى لي كي يحاسب. هادا اولا ان هي خصة تحاسب راسها مرة اخرى ما تبقاش تلبس اي حاجة لساهلة تفضح فيها. هادا اولا. وخصوصا اللي ابنات انه مني كيبغوا يخرجو كي يلبسو كيوقفو مع المريه. ما بشي بش تشوف راسها زوينا بعض البناس. بش تشوف واشي لك انت غادة ما كتلفتش النظار. تلبس اللي بغات. حتى الميني لبغت تلبسوه ولكن تلبسو يكون ميني. يكون ميدي. مش ميني. ميدي. يعني نازل شوية على الرقبة. مهم. هاد الولد هادا اللي ما مربيش. وما غديش نقوله انه وليديه ما ربهوش. بس هو ما مربيش لانه هو اعطل نفسه اه الوقاحة وقلت الاحترام في الزنقة للناس. يعني يمكن يقدر يكون في الدار ديالهم متربيه وقالت حدا دارهم وتخرج مخطوبة وحبابه يقول لك الله يعمرها دار ما كين محسن من تججيران ما كين محسن في الدلالي الا هاداك الولد. لكن من يك يخرج هاد الولد يخرج على السيطرة ديال ديال الدار. تيخلي المربع دياله الاساسي في الدار. ولكن من يك يخرج كيبغي يفح بهاد لهجه ها دي. كيبغي يفح على الدراري كي هو لي تيكون شجاع على الدراري. الرفاق دياله في الزنقة. اه انا على تحليلي تنقول هو مدفوع من طرف اللي كيصور. علاش حت اللي كيصور لح الفيديو باش يطلع ليه الفيو باش ممكن تفعل ليه شي قانا الى كانت عندو او لا دارها جديدة. لانه دائما مورا هاد الفضاء يحكى لقوا الفلوس. عند كين هدف. هدف انو يطلع باش ياخد الفلوس. تاني شي اللي غير الرفقة اه انا غنهضر على اليوتيوب والفيسبوك. لانه بدوك يعلموا الشباب اه سهولة الوصول. يعني بغيت نوصل للفلوس بغيت نوصل للشهراء. بغيت بولت الشهراء والفلوس. مبقاش تتمحن وتسعاف واحد الحاجة وتبدأها من اه الالف الياه باش تكون باش تكون كشخص فيها شخصية عندك قوية في هاداك المجال سواء مياني سواء شخصي. لكن اه ولات هاد الظاهرة هادي دياليوتيوب ان الانسان تيدخل اليوتيوب وكيقلب على شنو يدير باش كيمشي في اليوتيوب بالقناة كيديرها ويبقا دي شوية شوية ما كيصبرش. لانه ما عندوش الهدف انو يوصل واحد الفكرة. عندو الهدف انو هو يوصل. اه شنو كيمشي ويشوفو قنوات اللي هي دياليو فضيحة. اللي هي فيها قنوات اللي انا ذكرتها في الفيديو السابق. اه مع اسماء. ولو انا كان عليها نعطي بس الاسماء الملقبين عليها. لكن انا اهضرت وعطيت الاسماء ديالهم جيت على وضوح. يعني هاد شي باين المغربة كلهم تيعرفوه وباين ديهم. اه كيشوفو كيقولو دغا ياخد الفلوس. صورتو انو كيبقوا يقولو. انا صورت جج المليون اربعة المليون. واش واحد قالس. اه ربا ما قاري ما قاريش. عندو افكار قالس عليها ما عندوش كيفاش يخرجها. ما عندوش هيد المساعدة اللي غاد يتعاونوا باش يخرج افكار باش يقدر يكون شي حاجة. ممكن يكون شي حاجة. وكيشوف واحد خارج تافه. كيهضروا دير لايف وكيدخلوا وربعة خمسة ستا في لايف واحد كي نساحب واحد كيدخلوا كيديروا النوبة بيناتهم. وتيقولو احنا دخلنا ثلاثة هدك الفيديو راد اخلي سبعة هدك راد اخلي خمسةاش فهد الشهر دخلت لي ثلاثين. اه بزاف 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 ومنهم حتى البعض القنوات اللي كيضربو في المرأة المغربية كزوجة كأم. ده بطلع لنا واحد قتل امو. واحد دي كل نهار اه قتل امو. واحد خرج في فيديو تيعيير باوتي يقولي والله يتندير لك ونفعل لك. يعني شمنها هدارة كله الحياة. الشي لكان عندك الحياة ما كتقدرش تنزعينك في وديديك. تتقدرش. حتى ولو يخاسموا. حتى ولو تكون تتكون عندك واحد الفكرة تبغي توصلها لهم وهوما على الافكار ديالهم القديمة. كتقدر تجهد شوية الصوت ديالك باش توصل لهم الفكرة ولكن ما تتقدرش ترفع العين ديالك. لان بس انت كتبغي توصل لهم الفكرة كتنفعل شوية. كتوريهم لانفعال ديالك. لكن باش تحمزز فيهم وتخرج فيهم معينيك ما تقدرش. حيتي لوصلتي لهديك الدرجة صافي كتولي قلتي الحياة اليوم والعفة تقدر تضربهم تقدر تقتلهم تقدر تطردهم من البارح خارج فيديو لما دارت دار في سمية ولدها باش غير تاخد الكريدي وتكمل هي تعيش هي ولدة اللي هما واحد فيهم كبير تاقت فيه وعطيتو الدار خرجها وقطعو للتريطات ديال الدار وجل مخزن خدا الدار ديالو وقلسو في الشريع. هادا كله كن كان لحيا ما يقدرش يديري يستحيا من أمو. يجيب المرأ ويعلمها حتى هي تحتار من أمو. ماشي واحد خارج للزنقاء وكيتراهن مع صاحبو. وتيقول ليه الى قدرتي تهز لأسايا يعني هدا مش يتابعين لبنت. هدا موضوع مفتعل في الساعة ديالو. انا غدي نصورك ونشوف واش انت راجل وانا ماشي راجل. انا ما تنقولش وانما هدا هي التحليل ديالي والتخمين ديالي. هداك علاش تشجع الاخر لانه كان غادي خطوة خطوة والسيدة غدا مع صاحبها مع اخوها مع عمها مع الرافيق ديالا ما تيهمناش. ما تيهمناش احنا باش نبدو باش نغطيو نعالجو موضوع نغطيو بي اللي احنا نرجعو لها. احنا كنشوفو الحق ديالها لان بنتنا فيها هي بنتنا واختنا وحفيتنا وجارتنا وبنت خالتنا ومن العائلة ما نقدروش اللي نبغيو لها هداك الموضوع يصير معاها. يعني الله يخليكم من انت بدو تتعالجو موضوع ما تبقوش تغطيو بي مواضيع اخرى اللي هي جانبية. هي مواضيع جانبية شوفو علاش طلع الفيديو على العرا اللي عراها. ما نبقاش نقوله واحدة هي ماما ربياش وما ديراش وما فعلاش. شكو اللي قال لك ماما ربياش وهي غادة. هادك شكونا هو ما عرفناش هادك عالم تستفهم شكونا هو. لكن هي غادة في حالها. تلبس حتى المايو. ما 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 دخلنا. ما دخلنا احنا ينعالجو موضوع بموضوع اخر. نشوفو الولد اللي ماما ربيش. والولد اللي وراه والولد اللي معاهم. يعني يكونوا جوج واحد هو اللي قام بالفعلة. يعني كلهم مجرمين. هادو احنا تنقولولي هم مجرمين. ما تخرشش غداوا بعد غدا موت. قولي انا ولدي مربي. اي مربي عندك في الدار. لانه كي خدعك. لانه عنده افكار جهنمية. وانتي ما كاتتقراب اتراق بيش. وولدك برا. انتي وانا ولا اخر ما غادوش نحطولهم على الامة. انا ما كاتتراق وشو. لا خسك سعرفي معامل كيت عشر. هاد الموضوع هادا اللي ولا. كتير من الامة هاد. ما بقوش كيديروه بحل الامة هاد ديالنه زمان. واللي كيقولك. جي بي صاحبتك نشوف شكوناية. جي بيها نعرفها شكوناية. وكتخرج توصلك للمدرسة. وكتقولك فينا يا صاحبتك اللي كاتتدري معاها هنا في المدرسة. ما اللي كترقك للدار وكتدق عليك. وكتقولك يالله را دخلات. امك خرجات امك عندها. ودهرت معا لونكيت. وشافتها. ومييزاتها. ما غاديش نقول لكم ميزاتها لابسها مزيان. ولا ما لابساش. ولا. يعني مشي لابسها مزيان. انيقة. لابسها مقزبة هادا. هادو كانو كيرقزوا عليهم الوالدين ديالنا بزاف. ومنين جاهد العصر هادا. ولا وحنا وليداتنا. ولا نبغيناهم غير يخرجوا. ومعاها صاحبتها. وكانت بها ولاجت لابسها مزيان. وكتقولك البنت راه لابسها ماركة. ولا بسها بسبعة الاف. ولا بسها بربعة عشر. ولا بسها. لا. انا خسني القنع بنتي ولا ولدي. نقول لي. هي عندها الله يعطيها هارزقها هادا كباشرة لها. عنده بشيش لها. انتوما انا عندي جوج ولا عندي سستة ولا عندي ثمانية ولا عندي اربعة. وهي كتقولي هي يوخوها. لانهم هما والديها موظفين. وعارفين يرتبوا الولادة ديالهم. وعارفين يرتبوا المدخول ديالهم مع ولدهم. مشي الا انا نخلي ولدي ولا بنتي. ما نعرش معها من خارجين كيهضروا في الزنقة. ما نعرش معها من تعشرين. وانقلس انا في الدار كيدخول كانت اياكل كي يلبس كي يقلس كي يحترم بباك يحترمه. وقالس من تحت لتحت يبلاني الغدشنو غاد يدير. لانه هو فرحان في الزنقة. عنده عشيرو في الزنقة والراهش يدير. صورو. الله وعلم الجرده مشي اول حاجة هادي. هادي المرة الثانية الثالثة الرابعة العاشرة اللي يديروا هاد الشي. ولكن الافكار تجمعت وتطورت ودار هاد الفعله هادي. زيد على ذلك كينين بعض الناس اللي غاد ينقولوا ديرين كتار من هاد الشي. لكن ما تحتش لو من فرصة انه يصورو او ما تصوروش او ما نشروش. خلاوا الفيديو عندهم واحد نار غاد يطلقوه كيف العادة غايقول لك الله هاد الفيديو را قديم بحل بزاف ديال فيديوهات مخب يحتك يجيش الشيطان من الشياطين كي يقول لي لا ارجوش حال يجيب لك هادا يدخلك الفلوس كتبقى الفكرة ديال الفلوس في الدهن ديالو في الراس ديالو. الله يخليكم الله يخليكم. كنهضر انا او كان قول لكم احاولوا ما امكن تهضروا مع احبابكم وتوزعوا الاوديوات والفيديوهات اللي كيحاربوا القنوات الخايبة مغنقولش كتر من خايبة اللي كتربي لكم ولادكم غير على الناس اللي كيربوا لولادكم في الزنقة. وعرفوا بان هاد الناس اللي كيربوا لكم ولادكم في المواقع التواصل واللي كيخرجوا معاهم ولادكم في الزنقة. ارا هو المشاكل ديال المستقبل ديال حفادكم. ارا ما يمكنش تدير الولد ودير الحفيد وما تبغيش تكون مهني وقال سمعها في الدار. وانت مرتاح جيران مستفدين منو من الخدمات اللي كي خدموهم ومن الاحترام ومن الاداب. ومن القلسي اللي قلسيو كترفع راسك الفوق النار والدي مربي والدي مزيان والدي هذا. انا مغنقولش لكم ان دراري راه ما كيترباوش تربية اخرى اللي احنا كنتجاهلوها راه كينا تربية اخرى اللي كتفوق تربية ديال ولادكم. هي التربية ديال الزنقة. الى حربتوها تربية ديال الزنقة انا كم ربحتوا ولداتكم. اللي هو ما مستقبل ديالكم قبل ما يكونوا مستقبل ديال المجتمع. اللي ممكن هاد الولد ولاد البنت منين يكبروا يتهلوا في كم. يحطوكم ولوا في بيت عندهم في الدار. وملبسينكم ووكلينكم مشربينكم لانه غديشي واحد النهار اللي غتضعفوا فيه وما غديش تلقوش كل غيهزكم. الا التربية ديال ولادكم. اللي ما حافتوا عليها وعرفتوا تربيوها. اولادكم غا يبدوا يقول لكم احنا بغينا نربع ولدتنا بحال كربونا والدينا. يعني غدي نرجعوا للموضوع لأساسي اللي هو هاد الدر اللي ما مربيش ديال طانجة. هرا هو مدفوع من طرف اللي كي يصور. يقدرو يكونوا بجوج يقدرو يكون الفكرة جات من الاخر لكن الفكرة مشتركة. يعني لازم العقوبة لهم هما بجوج. بجوجهم. والعقوبة لنحناية ديالنا احناية لهاد الناس. لهاد الشباب اللي طالعين متهورين. اللي كيشوفوا الفساد والضعر. كيشوفوا كل شي دك شي سهل ان نجيب الفلوس. هو نحاربوا هاد القنوات اللي كطلعوا كتدير لايف وكتهضر بالكلام الخيب. طلعوا لي نحتى عيالات كبار. كيصبعوا. كيقولوا كلام ساقط. كيقولوا واحد لكلام خايب. تحشم انا الاد ازدي وشتي دك لايف. تقول ارا نشوف. ارا نشوف هاد القنوات اللي كي نوضوا. كيقول لك انا مرتي فلان ولا بغا افلان ياخد افلان. كتنوض واحد لمره كتدير روتينة اليومي اللي فضحت به العالم كامل المغربي. اللي كتفضح به الناس وفضحت به رأسها. والتسلة خيبة في الافعال ديالها. كتنوضوا واحد السيدة احتى اياه على كبرها. غصد قتليها في اليوتيوب. نضت ولاد كتغسل الراجلها في الحمام. نضت واحد اخرى دارت لي الغاسول وانا ما عجلت الراجلها احتى اياه. الناس احتلوا وجه ديالهم بعوه. بعوه وجههم. كيفاش غايكبروا ولادهم. وكيفاش بالعكس. هما تيقولوا كيف انا درت القناة وطلعت ليها ومقاريش ومديرش وربعطاني. ايه فربعطاك. ولكن غا تتنيوح النار غا يحيدلك. تدير لولدة هالقناة ما حدوجك تدعموه باش كتكبر لي القناة دياله. تتقول لي ديال اي حاجة. اي حاجة دبا. ولو عندهم ديك القضية ديال العربية. غيال العربية اللي درتي بنجمعتي ودبعتي لبهيما. ركا رابح. هدك هي الفكرة دبا اللي وسخت الناس كاملين. فكروا معايا وقولوا لي يا علاش الناس اللي هالت هالتجار ديال نحنا نهضروا هالتجار ديال المغرب. علاش ما ديرينش قناوات تافيها. كيديرو لك شي قناة في هالبروجي ديالهم. اللي كيبغي ويطلع وغا دين معاونهم شوية بشوية. وكيقول لك شوف هانت. عندي هاذ البروجي ديرو ورا الناس خدامين معايا وديرين وفعلين غيباش ينمي باش يدخل عندو الارباح ديال البروجي ديال ومشي الارباح ديال اليوتيوب. عندك السيدي اللي زاد ساهم فهد الموضوع هذا. هو عدم احترام المرأة المغربية من جهة المخصور السامرة. اللي يرمى الولاد ورمى. غا نرجعون رجعون 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 السامرة. ورمى المرأة. وما احترمهاش وما قدرهاش هدك علاش. اي واحد كيبغينو يخرج بشي فيديو كي يلقى الهدف السهل هو المرأة. المرأة اللي اي واحد جاك يغسل فيها يديه كأم كأخت كصديقة جارة كيقول لك انا نبدأ بفلانة. تيكون قلس كيكون نبدأ بفلانة. حتى اللي يلقى راسه في الشارع كي يستهدف المرأة. كنتمنى تكونوا وعيتوا بزاف الناس اللي كي سمعوا هاد القنوات انكم تفكروا بزاف 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 بزاف. وتحاولوا تحيدوا هاد هاد القنوات هادي. لها اللايكات ديالكم والاشتراك ديالكم باش تسقط ونكونوا احنا شوية اه في عين الدول الاخرى كيف ما كيقولون مغاربة شاطرين ومزيانين ووعين وانضاف وما بحالهم تشي واحد اه باش نبقوا في عينهم كاملين مكمولين ان شاء الله. انا عندي واحد القناة جديدة. غادي نحط لكم الرابط ديالها تحت الهندي هنا. وباش تدخلوا لها تشوفوا فيها حكايات واقعية الدول العربية. وممكن ناخدوا احتى حكايات اه مغربية اه ونحطوها باش نسمعوها في قناة جديدة ديالي. كنت مننا نكونوا كلنا متحدين على الخير وعلى الحب مبيناتنا. ولكم جزيل الشكر وكنت منكم تديروا لي لايك وتشتركوا. ولكم شكرا.